وهذا الاجتماع اللي كان بين النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتناول عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار يمكن فيه اكتر من جزئية مهمة في هذا الاجتماع تم التحدث فيها او نقشتها كان اولها مثلا يعني الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والمد خطوط الكهرباء وانشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في رئيس الجانبين بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتين الكهرباء الوطنية في البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبدلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب تم كمان عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال اعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع انشاء محور التعمير بالساحل الشمالي وتعديل مصار بعض الخطوط وازالة الخطوط اللي بتتعارض مع المحور كمان في هذا الاجتماع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعداد استراتيجية وطنية متكملة لانتاج الهايدروجين بالاشتراك مع القطاعات المختلفة بالدولة لامتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلاء الهايدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة كمان طاقة الهايدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكملة للطاقة ده في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدر واعد للطاقة في المستقبل القريب وبالتالي يمكن ده كان من أهم المحاور اللي تم تناولها في هذا الاجتماع ترجمة نانسي قنقر